قبل ما ابدأ ده الجزء التاني من سلسلة افلام اكوامان لينك الجزء الاول هتلاقوه في الوصف تحت الفيديو ده وبدون ما طول عليكم يلا نبدأ وبنكمل بعد 4 سنين وبنشوف سفينة بتتهجم من الكراصنة بس بيوصل اكوامان علشان يوقف الكراصنة دول وبيعارك الكراصنة وبيقدر يتغلب عليهم وفي المشهد اللي بعده بنشوفه بيلعم مع ابنه وبيطلع انه خلف ولد من ميرا يعني ارثر حاليا هو اب وملك اطلانتس وبيحكي ارثر وبيقول انه كونه ملك اطلانتس دي حاجة مملة جدا علشان طول الوقت اجتماعات وامور تفهى وبعدها بيتكلم مع ابوه وبيلاحظوا ان ابن ارثر بيتواصل مع الاسماك الصغيرة اللي في حود السمك وبيتفاجأوا من كده لان ابن ارثر لسه صغير بس واضح انه اكتسب قواته خارجة بسرعة وبنروح بعدها لديفيد اعدو اكوامان القديم اللي بقى مسمي نفسه دلوقتي بلاك مانتا وكان لسه ديفيد بيدوع على اكوامان وعاوز ينتقم لموت والده وكان عايز يصلح البدلة بتاعته لان هي امل الوحيد فاتل اكوامان فعلشان كده بيتعاون مع الدكتور ستيفن ستيفن اللي كان مهوس بمملكة اطلانتس ونفسه يلاقيها وستيفن بيطلع مع فريق من العلماء علشان يلاو اطلانتس وبيوصلوا لنقطة معينة وبيكتشفوا انهم وصلوا لمنطقة زلازل بس مش بيلحاوا يهربوا وبيحصل فعلا زلزال في المكان وبيقدروا ينجوا وبينزلوا تحت الارض وبيظهر لهم بعدها وحش شكله غريب والوحش ده بيهاجم واحد من العلماء وبيسحابوا بعيد فستيفن بيتواصل مع ديفيد على طول علشان يبلغوا هو فين ويجيلوا وفعلا بيوصل ديفيد ورجالته لعند دكتور ستيفن وبيكملوا في استكشاف المكان وبيدوروا على اطلانتس وبيوصلوا المكان شكله كالمقر قديم طبع اطلانتس وبيلقوا كائنات متجمدة في الجليد وبينزلوا البحيرة بيرة علشان يستكشفوا المكان بشكل اكبر لان اكيد هيلاقوا حاجة هنا ممكن تفيدهم واسناء وهم بيدوروا الوحش الغريب بيظهر تاني وبيهاجمهم بس ديفيد بيستخبى من هجوم الوحش وبيكتشف سلاح ترايد انت مكسور في المحيط وبيمسك السلاح وبيركبه وبتظهر له رؤية المخلوق مخيف والمخلوق بيقول لديفيد انا هساعدك في الانتقام من اكوامان بس في المقابل انا هاوز منك طلب وانك تحررني وبعدها ديفيد بيفوق من الرؤية دي وهو ماسك سلاح ترايد انت في ايده وعينه بتنور اخدر وبيحس بروح جديدة في جسمه وبعد خمس شهور الاخبار كانت بتتكلم عن مشكلة الاحتباس الحراري واللي بسببها حصل ارتفاع في درجة حرارة الارض وبعدها ميرا بتصحي ارثر علشان فيه اجتماع طارق في المملكة وبيروح ارثر وبيقابل مجلس اطلانتس والمجلس بيتكلم عن مشكلة الاحتباس الحراري اللي بتدمر العالم والمجلس بيقولوا انهم هيهجموا الارض علشان البشر بيدمروا البيئة وده بيأثر علينا بس طبعا ارثر بيرفض الاقتراح ده وبيقول اساسا البشر مش عارفين ان احنا موجدين فهما مش عارفين انهم بيدرونا وانا بقول اننا نوصل لحل وسط وبيقترح ارثر انهم يتواصلوا مع البشر ويعرفوهم بوجود مملكة اطلانتس والعلماء بتوعنا يتعاون مع علماء البشر علشان يحلوا مشكلة الاحتباس الحراري لان التكنولوجيا عند البشر دلوقتي بقت متقدمة جدا بس المجلس بالكامل بيرفض فكرة التعاون مع البشر وبيقولوا لو حبنا نكشف نفسنا للبشر فده علشان ندمرهم مش نتعاون معهم وبينتهي المجلس وبنروح لديفيد اللي كان بيقود مركبة كبيرة في البحر وكان معاه ستيفن وفريق كبير من العلماء وبمساعدة سلاحة رايدنت اللي مع ديفيد قدر يلاقي اجهزة اسمها اوراكا والاجهزة دي لقاها في مكر اطلانتس القديم اللي كان فيه من خمس شهور والاجهزة دي تقدر تلاقي مكان مملكة اطلانتس بس كانت محتاجة الطاقة علشان تشتغل فديفيد بيروح بمركبة زيارة لممر سيري وفي الممر ده كان فيه مواد الطاقة اللازمة لتشغيل الاجهزة وبيوصل فعلا للطاقة وبياخدها بس فجأة الممر السري ده بيتفل عليه فديفيد بيتواصل مع المساعدة بتاعته ستينج وبيقولها تساعده وبيأمرها تخش مدينة اطلانتس حالا ويخرجوا من جوه لان البوابة دي مستحيل تتفتح من عندي فستينجي بتقمر بالدخول لمدينة اطلانتس اللي عارفه مكانها اخيرا عن طريق الاجهزة وستيفين ما كانش مصدق انه اخيرا وصل لاطلانتس وامن وحراس اطلانتس بيهددوهم بالتراجع وإلا هيدربوهم بالنار وستيفين كان لسه منبهر باطلانتس وما خدش باله من التحذير فحراس اطلانتس بيبدأوا الهجوم عليهم وستيفين بيسحى من احلام اليقظة وبيهجب بالمركبة بتاعته هو كمان والمركبة بتطلع موجات صوتية بتدمر سفينة اطلانتس وبتتقدم مركبة ستيفين لجوه اطلانتس وبتدمر مباني في السكة واطلانا وميرا بيوصلوا علشان يتصدوا ليهم واطلانا كانت بتحاول تهاجمهم بس هي اللي بتتهاجم من الموجات الصوتية فاطلانا بتفقد الوعي وميرا بتشوفها وبتتعصب من اللي حصل لها وبتطارد مركبة بلاك مانتا وبتقدر تكسر ازاز المركبة بتاعته وكانت على وشك تقتله بس هو هاجمها بليزر احمر وده خليها تفقد الوعي وتتصاب وبلاك مانتا بيجاهز سلاح الترايدنت علشان يقتلها بس بيظهر اقوى ماله بينطلق ناحيته وستيفين بيتواصل مع بلاك مانتا وبيقول له انت لازم تهرب حالا وإلا اطلانتس كلها تهاجمك دلوقتي بس بلاك مانتا مش بيسمع كلامه لانه قوي دلوقتي ويقدر يواجههم وهاجم بليزر اطر عليه سكان اطلانتس علشان اقوى مان يضطر يساعد الناس وما يجيش وراه واقوى مان قدر ينقذ السكان اللي كانوا في القطر وانطلق علشان يقبض على بلاك مانتا بس اقوى مان بيفقد الوعي لما بلاك مانتا هجمه بالموجات الصوتية وبلاك مانتا بيسرق شوية معدات من اطلانتس وبيهرب بعدها وتاني يوم مجلس اطلانتس بيتجمع بعد اللي حصل وبيلومه اقوى مان على اللي حصل وبيقوله انه ما يستهلش يكون الملك وهو اساسا بيقضي معزم وقته على الارض مش في المملكة معانا وماقدرش يدافع المراته وامه فازاي هيقدر يدافع عننا واقوى مان بيلوم نفسه على اهماله وكان متضايق وهو شايف ميرا فقد الوعي وبيتجمع اقوى مان مع اطلانا والملك نيريس وبيتكلموا عن الاسلحة اللي مع بلاك مانتا وبيتكلموا في ازاي يقدروا يتغلبوا عليه واطلانا بتقولهم ان بلاك مانتا بقى معاه سلاحه قوي وحصل عليه من خمس شهور وكوة السلاح ده في المي قصرت على الاحتباس الحراري وبيدمر البيئة ولو ما تصرفناش بسرعة فالجهاز اللي معاه هيعلي درجة الحرارة اكتر فاقوى مان بيقترح ان يروح لاخون محبوس ارم علشان يطلب منه المساعدة وانه ارم يساعدهم علشان يلقوا مكان بلاك مانتا بس المشكلة ان ارم محبوس عند مملكة مش تابعة لمملكة اطلانتس فاقوى مان بيقول احنا هنهربوا علشان يساعدنا وبعدها هنرجعوا واطلانا ونيريوس كانوا رفضين الفكرة دي في الاول بس بيضطروا يوافوا علشان ما عندهمش حل تاني ونيريوس بيدي الاقوى مان بدلة بتخليه مختفي طول ما هو لبسها والاختبوت ده اللي اسمه توبو هيكون معاه علشان يبعت رسال الاقوى مان لاطلانتس والاختبوت توبو ده كمان خفي وبنروح لقورم وبنشوفه وفي حالة سيئة وحراس السجن كانوا بيدولوا اكل قليل جدا علشان يخلوه بس عايش وارسار بيهاجم الحراس بتوع السجن وبيتغلب عليهم بمساعدة البدلة بتاعته وبيخش اقوى مان لقورم وقورم بيستغرب انه جاي ينقزه وبيقوله ما انت اللي حبسني جاي تنقزني ليه فاقوى مان بيقوله فيه مشكلة وانا عاوزك معايا وبيطلب منه ويجي معاه وفعلا بيخرجوا سوا وبيخلصوا على الحراس اللي بيقابلهم وبيخرجوا للسحراء بس فيه شوية من الحراس السجن بيجوا واراهم وقورم كان تعبان جدا ومش قدر يقاتل وبيقوا على الارض جنب البحر وبمجرد ملموجة عدت على قورم وقويته ورجعت له من تاني وقورم بكل سولى بيقدر يتخلص من الحراس وبيهربوا هم اللي اتنين بعدها وبيرجعوا للمحيط وهم في السكة بيتكلموا في الخطة للقضاء على بلاك مانتا بينما ستيفن بيكتشف ان الاسلحة اللي حصلوا عليها خطيرة جدا وممكن تبقى من اخطر الاسلحة اللي عدت على تاريخ الارض وممكن بكل سولى تدمر الارض لو تم استخدامها بس بلاك مانتا مش همه الكلام ده والانتقام عما وعاوزي اقتل ااكوامان واكوامان وقورم بيوصلوا المملكة تانية وبيقابلوا حد اسمه كينج فش وبيسألوا عن مكان بلاك مانتا وهم سألوه هو بالذات لان كينج فش يعرف كل الكراصنة والمرتزقة لفي المية بس كينج فش مش بيرضى يساعدهم وبيقول لهم انا هولكو على مكانه بس هعاوز جميلة في المقابل بس ااكوامان مش بيحب اسلوب كينج فش في الكلام وبيقول لكينج فش قولي على مكانه وإن لها طرب بقى المكان ده فوق دماغك بس كينج فش بيتريق عليهم فارسر وقورم بيضطروا يهجموا عليهم وبدأ الكتال وارسر وقورم بيقدروا يتغلبوا عليهم بكل سهولة وراح ارسر لكينج فش وبدأ يستجوابه وكينج فش بيخاف فبيضطر يتكلم ويقول لهم عن مكان بلاك مانتا وبعد ما ارسر وقورم خدوا المعلومات اللي كانوا محتاجينها بيمشوا من المكان وبيسافروا هما الاتنين وبيمشوا في المحيط لحد ما بيوصلوا عند جزيرة والجزيرة دي كان فيها مكان بلاك مانتا وكل ابحاثه والجزيرة دي كانت مكان غريب لان كل الحيوانات والحشرات اللي عليها كان حجمهم كبير عن العادي وفي نملة اعملاك بيشوفوا ارسر وقورم وبيطردوهم لان ارسر وقورم دول ناس غريبة عن المكان وهم الاتنين وصلوا للحفة وشافوا تمثال كبير قدامهم وارسر ضرب التمثال ده برجله وخلاه يقع على الناحية التانية واللي اتنين عدوا من فوق التمثال كأنه كبري ولما عدوا الناحية التانية دمروا التمثال علشان النملة ما يجيش وراهم بينما ستيفن بيروح لقودة بلاك مانتا علشان يتكلم معاه بس مش بيلاقيه موجود بس بيشوف قدامه سلاحة رايدنت فالفضول بيأكله وبيمسك السلاح وبيجمعه مع بعضه وبيشوف رؤية للوحش المخيف اللي اتفع مع بلاك مانتا وبيشوف الدمار والخراب اللي هيحصل في الارض لو الوحش ده تحرر وبيقول لديفيد بلاش تسك في الوحش ده بس ديفيد دلوقتي بقى مليان بالغضب والقراهية وهيعمل المستحيل علشان يقتل اكوامان وبيهدد ستيفن وبيقول له ما تدخلش تاني في اللي ما يخصاكش وبنروح لقرمو اكوامان اللي بيوصلوا لمكار بلاك مانتا وبيضربوا رجال الامن اللي في السكة وبيتحركوا لغرفة التحكم وهناك بيلقوا مواد الطاقة المسروقة وبيخش عليهم ستيفن وبيقول لهم انا مستسلم وبيبدأ ستيفن يحكي لهم هو ليه تعاون مع ديفيد من البداية وبيقول لهم انا بس كان نفسي يشوف اطلانتس بس بلاك مانتا ده شخص شرير ومجنون وعاوز يدمر العالم وعاوز يستخدم الاجهزة لسرقها علشان يدمر اطلانتس وستيفن بيطلم منهم ينضم ليهم علشان يوقفوا ديفيد وقرم واكوامان بيصدقوا كلام ستيفن بس بيطلبوا منه يحكي ايه سرر وكوة ديفيد ولسه ستيفن هيحكي بس فجأة بيحصل انفجار والاخوين بيقوا على الارض وبيقوموا بعدها وبيواجهوا رجالة بلاك مانتا وبيقدروا يتغلبوا عليهم بسهولة بس بتوصل استينج المساعدة بتاع ديفيد وهي رجبة آلة كبيرة وبتقاتل بيها قرم وارسر بس الاخوين بيقاتلوا بكل قوة وبيتغلبوا عليها بس بيوصل بعدها بلاك مانتا بنفسه وبضربة واحدة قدر يرمي قرم بعيد وقرم واكوامان بيبدأوا يتعاركوا معاه بس بلاك مانتا بقى قوي جدا دلوقتي وكان مسيطر على القتال وحاول يقتل قرم بالترايدنت بس قرم بيفادي الضربة وبيمسك ترايدنت وبيشوف قرم رؤية لنفس الوحش المخيف وبيشوف الضمار اللي هيحصل في العالم لو الوحش ده تحرر بس بلاك مانتا بيدربوا بالليزر وبيقع قرم على الارض ومش بيقوم وبلاك مانتا كان لسه هيقتله بس بيحصل زلزال في المكان لان نيريوس وصل بالجيش بتاعه بعدما الاختبوت طوبه بلغوا بمكان قرم وارسر ونيريوس وجيشه بدوا يفجروا الجزيرة بالكامل فبلاك مانتا ورجالته بيقرروا يهربوا ونيريوس ورجالته بينقذوا قرم وارسر وبياخدوهم لبر الامان وقرم بيحكي لهم اللي شافوا لما مسكت رايدنت بتاعت بلاك مانتا وبيقولهم انا متأكد اني شفت رؤية للمملكة السبعة المفقودة اللي كانت في يوم من الايام جزء من اطلانتس وسلاحة رايدنت اللي مع بلاك مانتا ده اساسا كان بتاع شخص اسمه كوردكس وكوردكس ده يبقى اخو الملك ايدلن الغير شقيق وجات عليه فترة وقصيب بجنون العظمة وكان عاوز يحكم المملكة السبعة بدل من ايدلن فلاجأ للسحر الاسود وصنع سلاحة رايدنت بتاعه وبسبب انه لاجأ للسحر الاسود المملكة بتاعته طلعنت وكل شعبه اتحول لوحوش وكوردكس كمان اتحول لوحش وادلن كان بيتوسل لكوردكس يوقف الجنان اللي بيعمله بس كوردكس بيرفض وبتبدأ حرب ما بين الشقيقين والملك ايدلن قدر يهزمه وادلن عمل تعويزة وحبس كوردكس وكل رجالته في البحيرة اللي ديفيد نزلها في البداية خالص وبعدها بلاك مانتا لقى الترايدنت بتاعت كوردكس وكوردكس ورجالته مستحيل اتحراره من التعويزة اللي بدم ايدلن او بدم حد من العائلة الملكية واطلانا بتقول بما ان ايدلن ميت اساسا فبلاك مانتا محتاج اقتل حد فينا احنا الاربع علشان يحرر كوردكس والاربع اللي هم ارثر او ارم او اطلانا او ابن ارثر لانه برضو من العائلة الملكية وفعلا بلاك مانتا بيروح لبيت توم ابو ارثر وبيطعنتهم في بطنه بس بيسيبوا عايش وبيوصل اكوا مان بعد كده بس بيكون وصل متاخر وبلاك مانتا ولع في بيته وخطف ابنه وبنروح لبلاك مانتا اللي كان مع التفل وستيفن بيشوفه واكوا مان بيتعصب جدا وكان عازم يرجع ابنه باي شكل وستيفن بيقرر يساعد اكوا مان لانه مش موافق على تصرفات بلاك مانتا وبيبعت اشارات لمدينة اطلانتس عن المكان اللي رايحينه وانهم رايحين للكطب الجنوبي والاخوين بتجيلهم الاشارة وبيقراروا يتحركوا على هناك واطلانة بتفرح ان اولادها بقوا بيتعاونوا سوا واكوا مان بيشغل الترايد انت بتاعته علشان يسيطر على كل الحتان ويخلهم في صفه وبيخلهم يهجموا على سفينة بلاك مانتا وبيقدروا الحتان يدمروا السفينة وكل طاقم بلاك مانتا بيغرق بينما بلاك مانتا وستيفن وابن ارثر كانوا في صفينة صغيرة ورائحين للمملكة السبعة المفقودة وبلاك مانتا بيخش المملكة واكوا مان والجيش بتاعه كانوا جايين وراهم بس بلاك مانتا حرر الوحوش بتاع كوردكس والوحوش دول بيهجموا على جيش اطلانتس بس جيش اطلانتس اللي اكوا مان جابه كان قوي وكفيل بيهم وجوه بلاك مانتا قال لستيفن هاتي الطفل علشان اقتله وستيفن اديله شنطة فيها الطفل بس بيطلع ان الشنطة دي فيها كنبلة وبتنفجر بس بلاك مانتا بيش بيموت وبياخد الطفل برضو وبلاك مانتا طلع سكينه علشان يقتل الطفل بس الطفل بيصرخه بيعيط فاكوا مان بيسمعه وبالفعل بيوصل اكوا مان في الوقت المناسب وبينقذ ابنه وبتدور عركة ما بين اكوا مان وبلاك مانتا وبلاك مانتا ما عندوش مشكلة يقتل اكوا مان بل عكس دم اكوا مان برضو ملكي وهو اساسا عاوز يقتله بس اكوا مان المرادي بيقاتل علشان يدافع عن ابنه فبيقاتل بكل كوة ولكن بلاك مانتا كان لسه اكوا من اكوا مان وبيجيبه ارض وكان لسه هيقتله بس بتتدخل ميرا وبتدرب بلاك مانتا وبتدمر البدلة بتاعته وبلاك مانتا بيشوفها وهي بتاخد الطفل وبتمشي فبيحدف على ميرا ترايدنت قبل ما تهرب بس اورم لحق ميرا في اخر ثانية ومسك هو ترايدنت ولكن كوة كورداكس اتنقلت لأورم وبلاك مان تابقى ضعيف جدا دلوقتي واكوا مان بيقدر يتغلب عليه بكل سهولة بس كورداكس اتحكم في اورم وخلاه يهاجم اكوا مان ويعوره وبعد ما اكوا مان نزل منه دم باستخدام الطرايدنت ساعتها بيتحرر كورداكس والجليد بيتشلمل عليه واكوا مان خد الطرايدنت من اورم وحدفه على كورداكس بس كورداكس مسك ترايدنت بتاعته فاكوا مان رح حادف عليه ترايدنت بتاعه هو فبيحصل انفجار كبير وبيموت كورداكس لان الطرايدنت بتاع اكوا مان اكوا بكتير من كورداكس وبعدها المملكة بتبدأ تنهار واكوا مان بيشوف بلاك مانتا كان هيقع وهيموت فبيروح عليه علشان ينقزه بس بلاك مانتا بيرفد ياخد منه اي مساعدة وبينط وبيرمي نفسه الى التهلكة وبيموت وكل ابطالنا بيقدروا يخرجوا عيشين واكوا مان بيسلم على اورم وبيصبحوا حبايب وورم بيقوله انت الملك المناسب لأطلانتس واطلانتس محظوظة بيك وبينصحوا بيقوله لو عاوز تعمل اي حاجة فعملها من غير ما تاخد رأي المجلس لان اكيد رأيك هيكون افضل من رأيهم وفعلا تاني يوم بنشوف مملكة اطلانتس بتطلع من المية وبتظهر قدام العالم كله والاخبار بتتكلم عن الحضارة الجديدة واللي كان الكل مفكرها اسطورة ومش حقيقية واكوا مان بيعرف نفسه ان ملك مملكة اطلانتس وبيدعو للوحدة والتعاون ما بين مملكة اطلانتس واهل الارض علشان يواجهوا اي خطر سوا وبكده نكون وصلنا نهاية الحلقة وخلصنا جزئين اكوا مان واللي وصل لاخر الحلقة عاوزك تحط يموش الرمح في الكومنتات علشان اعرف مين لعجابة الحلقة وما تنسوش تعملولنا لايك وتشتركوا في القناة وبي باي